السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك سنشاهد في هذه الحلقة رسوم توضيحية مصورة لشرح كيفية تشغيل الكونتاكتور بواسطة أزرار الضغط ستار و ستوب حلقة اليوم هي حلقة مرتبطة بالحلقة السابقة ستجدون الروابط في وصف الفيديو نفع فاصل القناة وندخل في الشرح على بركة الله سنبدأ من البداية لنفهم جيدا كيفية التعامل مع الكونتاكتور لدينا هنا كونتاكتور ومفتاح عادي سنعمل في الأول على وضع تركيب للتحكم في الكونتاكتور بواسطة مفتاح عادي إذن ألفز إلى أحد أطراف المفتاح ومن الطرف الثاني المفتاح إلى A1 لكونتاكتور ومن A2 لكونتاكتور سيتم ربطها مباشرة بالنفتر حسن جدا عندما نضغط على المفتاح يتم تشغيل الكونتاكتور وعندما نضغط للمرة الثانية نقوم بإيقاف تشغيل الكونتاكتور عن العمل الآن سنعمل على استبدال المفتاح بأزرار الضغط للتحكم في الكونتاكتور أزرار الضغط تعود إلى حالتها الطبيعية بعد رفع الإصبع منها وهي نوعان زر المفتوح في حالته الطبيعية ويسمى زر التشغيل أو زر ستار وهو زر المفتوح عند الضغط عليه يصبح مغلق وبعد الضغط سيعود لوضعه الطبيعي المفتوح والنوع الثاني من أزرار الضغط هو زر الإيقاف أو زر ستوب وهو زر المغلق عند الضغط عليه يصبح مفتوح وبعد الضغط عليه يعود لحالته الطبيعية وهي مغلق لنعود إلى رسمنا التوضيحي سنعمل في الأول على إضافة زر تشغيل مكان المفتاح العادي وهو زر المفتوح في حالته الطبيعية طبعا عند الضغط عليه سيتم تشغيل الكونتاكتور لكن بعد الضغط مباشرة سيتوقف الكونتاكتور لأن زر التشغيل يعود لحالته الطبيعية بعد رفع الإصبع عليه إذن كيف سنعمل على تشغيل الكونتاكتور بصفة دائمة بواسطة زر التشغيل حتى بعد رفع الإصبع أو بعد الضغط لاحظوا معي هنا أن التلامس 13-14 هو تلامس مفتوح عند تشغيل الكونتاكتور يصبح مغلق إذن سنستعمل هذا الوضع في تشغيل الكونتاكتور كيف ذلك؟ سنعمل على توصيل فاز دائم إلى النقطة 13 ومن النقطة 14 سنعمل على وضع توصيل بالنقطة A1 الآن سأعمل على الضغط على مفتاح التشغيل لاحظوا معي أن الكونتاكتور يظل في حالة تشغيل حتى بعد رفع الإصبع عن زر التشغيل السبب في ذلك هو أن التلامس 13-14 أصبح مغلقا عندما قمت بالضغط على زر التشغيل وفي هذه الحالة سيعمل على تمرير الفاز من النقطة 13 إلى النقطة 14 ومنها إلى A1 ملف الكونتاكتور يعني أن النقطة 13-14 تعمل على ضمان سمرارية تغذية ملف الكونتاكتور بالفاز لأن زر التشغيل هو مفتوح في حالته العادية وسيعود إلى وضعه الطبيعي بعد الضغط وسيصبح المصار الوحيد للفاز هو النقطة 13-14 ومنها إلى ملف الكونتاكتور حسن جدا الآن كيف سنعمل على وقف تشغيل الكونتاكتور؟ طبعا سنستعمل زر الإيقاف Stop وهو زر المغلق في حالته العادية زر الإيقاف سيعمل على إيقاف التغذية على ملف الكونتاكتور وهكذا سنعمل على إعادة النقطة 13-14 إلى وضعه الطبيعي المفتوح لنعمل على توقيف الفاز على ملف الكونتاكتور قلنا في الحلقة الماضية أننا نستطيع وضع زر الإيقاف هنا أمام زر التشغيل وأمام أيضا النقطة 13-14 حتى نتمكن من قطع تيار وإيقاف تشغيل بعد رفع الإصبع سيعود زر الإيقاف إلى وضعه الطبيعي أي مغلق وسيعمل على تمرير الفاز إلى زر تشغيل والنقطة 13 حتى نتمكن من تشغيل الكونتاكتور مرة أخرى وهكذا بالنسبة لزر الإيقاف هناك ثلاث أماكن يمكننا وضع فيه المكان الأول هنا وهو المكان النظامي الشائع الذي يستعمل لكن يمكننا استعمال زر الإيقاف هنا أيضا بين النقطة 14 و A1 يعني حتى هنا يستطيع زر الإيقاف وقف تيار على ملف الكونتاكتور أثناء التشغيل لكن هذا المكان في الغالب نستعمل متلامسات مغلقة للمؤقتات يعني سنشاهد ذلك فيما بعد والمكان الثالث هنا في النوتر حتى هنا سنعمل على إيقاف الكونتاكتور عبر قطع توصيل النوتر أثناء الضغط على زر الإيقاف لكن من الأفضل استعمال زر الإيقاف دائما هنا في مدخل التركيب أما بالنسبة لزر التشغيل لا توجد أي وضعية أخرى ممكنة أو غير التي هنا تشاهدونها أمامكم أعتقد أن هذا كل شيء إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء